أعزائي طلبة وطالبات تعليم الفن الصناعي أهلا وسهلا بكم في مادة الفيزياء للصف الثاني السنوي في برنامجنا في بيتنا المدرسة احنا خدنا قلب كده ياولاد وعملنا مراجعة مع بعض على الفصل الأول واخدنا حاجات كتيرة جدا زي خصائص المواقع وعرفنا يعني ايه كسافة ويعني ايه ضغط وعرفنا الأجهزة اللي بتقيس الضغط زي الضغط الجوي اللي هو البارومتر الزقبقي وعرفنا كمان ان فيه جهاز اسمه المانومتر وده جهاز بيستخدم لقياس ضغط الغاز بعد كده عرفنا نجيب حاجة اسمها الكسافة النسبية للزيت واستنتجناها مع بعضنا وحلينا مسائل على قاعدة باسكال وفهمنا ان هي لها تطبيق في حياتنا اللي هو المجبس الهايدروليكي أو اللي هي الألات الرفعة للسيارات طيب نبتدي بقى ندرس حاجة اسمها سرايان متحرك احنا خدنا لساكنة لكن نتكلم عن السرايان المتحرك يعني ايه سرايان متحرك ان هي بسهولة جدا زي ما قلنا اخر الحصة اللي فاتت ان احنا لو فتحنا الحنفية بينساب الماء بسهولة زي مثلا بيسقط من ايه من اعلى الى اسفل او لو انا مسكت كمية من الماء وتنساب على سلالم مثلا للبيت ابو سلاقي تنساب بسهولة ويسر ده بنسميه سرايان مستقر يعني ايه حاجة بسيطة جدا 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 طيب فيه كمان سرايان اسمه سرايان دوامي يعمل بعض الدوامات البسيطة ويطلق عليه سرايان مضطرب يعني ايه سرايان دوامي او مضطرب هو سرايان السائل اذا زادت السرعة بتاعت الماء الى حد معين فانه يتحول من سرايان مستقر الى سرايان مضطرب طيب هل دوت فيه خطورة طبعا فيه بعض انواع الدوامات بتبقى خطر جدا جدا طيب احنا قلنا الحصة اللي فاتت اتكلمنا برضو عن السرايان دوت علشان يتم لازم اقدر ان انا اتكلم عن يعني ايه سرعة سرايان السائل نشوف مع بعض كده هي عدد خطوط الانسياب التي تمر عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة يعني عايز يعمل ايه عايز يعرف عدد الخطوط دي قد ايه اللي بتنسب في وحدة المساحات اللي موجودة فبيطلق عليها سرعة سرايان السائل طيب ما هي الشروط حدوث السرايان المستقر لسائل داخل الانبوبة عشان الانبوبة تتملي بسائل ويبقى مطبقة الشروط بتاعة سرايان المستقر يطرى في ايه واحد يملأ السائل الانبوبة تماما انا لو انا فتحت الحرفية السائل بينساب وبالتالي بيمتلق المواسير كلها او لو انا عندي مثلا حتى خرطوم الاقي الخرطوم كله به السائل اللي عندي او الماء اللي هو المية يبقى انا عندي الانبوبة او الانبوبة اللي عندي هي يمتلق للاخر طيب نمرة اتنين تكون سرعة الماء سبتة عند اي نقطة يعني ايه يعني سرعة السائل في اول الانبوبة بيبتدي يتحرك بتبقى ايه سرعته سابتة ما اقولش مثلا في اول الانبوبة سرعته سفر وبعد كده واحد وبعد كده اثنين وبعد كده تلاتة لا السرعة بتبقى داخل الانبوبة سابتة الرقم تلاتة كمية الماء التي تدخل الانبوبة مساوية لكمية الماء التي تخرج من الانبوبة يعني انا مثلا هفتح الانبوبة او الحنفية او الحاجة اللي انا ينسب منها الماء على الاخر أبصت لها كمية الماء اللي بتخرج كمية كبيرة لو أنا فتحتها خفيفة أبصت لها كمية الماء اللي بتنساب خفيفة يبقى كمية الماء اللي بتدخل قد كمية الماء اللي بتخرج وده هيبان معانا في الاستنتاج عندي بيقول لي إيه سؤال استنبت يعني اثبت العلاقة بين سرعة سريان سائل في أمبوبة ومساحة مقطعها عند أي نقطة بفرض أن السائل يصري سريانا مستقر دي يا أولاد بنسميها معادلة الاستمرارية إيه هي معادلة الاستمرارية؟ يطلق عليها معادلة السريان طيب لو أنا حبيت أعمل استنتاج استنتاج بسيط جدا إحنا خدنا الحصة اللي فاتت إن في حاجة اسمها كيو ما هو كيو؟ هو حجم السائل المنسب طيب النهاردة هتكلم هقول حاجة إيه هي معادلة الاستمرارية؟ إزاي أوصل لها؟ قال لي ببساطة جدا لو أنا عندي أمبوبة مساحة مقطعها الصغيرة بدايتها ومساحة مقطعها النهاية إيه تو؟ أدي إيه تو هي ومساحة المقطع الأولينية إيه وان هعمل إيه؟ هاخد مقطع بيبقى بالمنظر ده عشان يدي طول إيه وان دي البداية وفي النهاية هاخد مقطع آخر اللي تو أنا هعمل إيه؟ أنا هحسب إن كمية المية أو السائل اللي بينساب اللي بيدخل من الأمبوبة قد اللي بيخرج وده اللي كلمنا عنه من شوية وده من أهم شروط حدوث السريان اللي عندي يعني كمية الماء اللي بتدخل قد اللي بتخرج طيب نسبتها إزاي؟ اللي ببساطة جدا كبيرة هقول إيه؟ هقول إن كتلة الماء المنساب اللي هو M بصوا كده معايا بيساوي ده خلال الثانية الوحدة يا أولاد Q في R مين Q؟ اللي إيه حجم الماء المنساب ومين R كسافت السائل اللي إحنا كلمنا عنها الحصة اللي فاتت طيب أنا هعمل إيه هنا؟ أنا خدت المستويان اللي عندي وبالتالي ههدد عند المساحة الأولينية A1 ده مقطع البداية ومساحة المقطع التاني في النهاية طيب واحسب إيه بعد كده؟ أحسب حجم الماء المنساب فهقول إيه؟ عنده ألف اللي بيحصل عند النقطة جي دي ألف هنحسب Q حجم الماء المنساب بيساوي إيه؟ A1 في L1 طيب إحنا خدنا في سنة أولى السنة اللي فاتت إن فيه حاجة اسمها إيه الصرعة فاكرين؟ الصرعة هي عبارة عن إيه؟ الإزاحة المقطوعة في زمن قدره واحد ثانية يعني أقدر أبدل L1 بV1 يعني هعمل إيه؟ هقول إن Q بتساوي A1 V1 ليه؟ قال لي علشان كده يبقى أنا حددت عندي الـ 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 الأولانية اللي هي حجم الماء اللي عنده نقطة ألف طيب نيجي بعد كده نشوف هنعمل إيه؟ هنبدلنا خلاص L بالـ طيب بالمثل عنده نقطة B في النقطة B؟ أهي اللي هي هنقول Q برضو اللي هو حجم الماء بيساوي A2 V2 طيب أنا عايز أعمل إيه بقى؟ أجيب حاجة اسمها معدل الإنسياب يعني إيه يا أولاد معدل الإنسياب؟ هضيف الرو مضروبة في الـ يعني إيه الرو مضروبة في الـ يعني هقول رو في الـ بتساوي A1 V1 مضروبة في الـ الـ الرو اللي هي الكسافة خدناها بكده والـ الـ اللي هو حجم الماء A المساحة وفي المساحة ورو اللي هي كسافة A1 وV1 اللي هي عند النقطة ألف وهقول بالمثل عند ب اللي هي المخرج بتاعها يعني رو في كيو بتساوي A2 V2 في رو طيب أنا عنجي إحنا قلنا كمية الماء اللي بتنساب بتخرج قد كمية الماء اللي بتدخل صحي كده من شوية قلناك كلام ده كمية الماء اللي بتدخل قد اللي بتخرج يعني معنى كده هساوي المعادلتين ببعض يا أولاد يعني هقول الرو في كيو هي هي الرو في كيو يعني معنى كده لما يكون الطرف الأيصر متساوي يبقى طبعا الطرف الأيمن متساوي نشوف كده مع بعضينا هنقول إيه بقى هنقول رو A1 V1 بيساوي رو A2 V2 طيب الرو نفس السائل هتتشال يبقى A1 V1 بتساوي A2 V2 طيب أنا ممكن أحلي المسائل بالقانون ده شغلها عايز ما فيش مشكلة لكن ممكن أحطها على هيئة نسبة A بسط و مقام عشان أنا عايزة علاقة هنقولها حيلا هنخلي V1 فوق بسط على V2 بتساوي بصوا كده V1 يعني هننزل V تحت يبقى مين فوق هنا هو في البسط A2 و مين في المقام A1 بصوا كده معايا V1 و E1 بنسميه تناسب عكسي ما معنى كلمة تناسب عكسي يعني يجي يقول لي مسلا سؤال يقول لي تتناسب سرعة المائع تناسب النقط مع مساحة مقطع الأنبوبة تناسب تناسب عكسي يعني إذا زادت المساحة بتقل السرعة والعكس صحيح إذا زادت السرعة تقل المساحة طيب نشوف كده لو جي قال لي أكمل ما يأتي تتزاحم خطوط الانسياب في السرعات الكبيرة وتتباعد في السرعات الصغيرة هو عايز إيه هو خطوط الانسياب المية لما بتنسب لو أنا عندي سرعة كبيرة طبعا المية هتبقى كتير فهتتزاحم وبتقل أو تتباعد في السرعات الصغيرة طيب السؤال الثاني بيقول خط الانسياب هو خط هل لما بفتح الحنفية والمية بتنسب يا أولاد هل بشوف خطوط المية ولا المية هي خط ما بشوفهوش فبنسمي ده هو عبارة عن خط إيه وهمي لا يرى ثلاثة سرعة المائع تتناسب نقط مع مساحة مقطع الأنبوبة لأنا كنت لسه بقول يبقى أنا عندي السرعة بتتناسب عكسيا مع المساحة طيب نشوف سؤال علل ودود بيجي دايما معظمه في الامتحانات يقول لي إيه يستخدم رجال الأطفاء خراطيم لها طرف مسحوب إحنا كلنا عارفين الخراطيم بتاعت المطاف يا أولاد دايما ببص لها إيه الخرطوم مساحة مقطعه كبيرة وبيبتدي طويل وبعد كده بينتهي بطرف مسحوب يعني مسحوب يعني مساحته قليلة طيب ليه طبعا فيه ناس تفتكر إن كل ما يكون مساحته كبيرة يبقى سرعة اندفاع الماء أكبر لا هو العكس صحيح المساحة كبيرة سرعتها قليلة أما المساحة المقطع لو قليلة يبقى سرعتها كبيرة عشان كده رجال المطاف يا أولاد بيستخدموا اللي هو الخراطيم بتاعتهم لها طرف مسحوب طبعا الإجابة ببساطة خالص هقول لأن سرعة انسياب أو اندفاع الماء تتناسب عكسيا مع مساحة مقطع الخرطوم طبعا هلسا قاعدين وأثبتنا في معادلة الصرايان أو معادلة الاتصال إن السرعة تتناسب عكسي مع مساحة المقطع الخرطوم نشوف كده مسألة مع بعضينا بتقول إيه بيقول إيه احسب مساحة فوهة أمبوبة يعني عايز إيه تضخ زيتن بمعدل 9 لتر في الدقيقة يعني 9 لتر في الدقيقة معناها يا أولاد اللي هو الكيو اللي هو معدل الصرايان الكيو عندي بيساوي إحنا قلنا إيه من شوية قلنا إن الكيو بيساوي إيه أيوة صح كده إيه في في هو مش آي البداية أو نهاية فهقول الكيو معدل الصرايان بيساوي إيه في في الكيو هنا عندي من دهاني كام 9 لتر في الدقيقة يعني 9 هحول من لتر لمتر إحنا أخذنا طبعا طبعا النظام المتري الدولي فهضرب في 10 قص سالب 3 في الدقيقة يعني هقسم على 60 عشان أحول من ديال لسنة بتساوي إيه المساحة عندي هو عايز الإيه طيب الفيب كان قال لي بواحد ونص إذا كانت سرعة السرايان واحد ونص أهي طب أنا أعايز الإيه هعمل إيه هطلع الإيه في طرف بعيد برة بتساوي بسط ومقام الطرف اللي ما فيهوش مجهول اللي هو مين اللي هو التسعة في 10 قص سالب 3 على 60 عشان أحول من دقيقة لثانية في واحد ونص صح كده طبعا الحل بسهولة جداً هيجي إيه بقى المساحة عندي بإيه الناتج بتاعي هيبقى إيه بتساوي 1 في 10 قص سالب 4 وحدة قياس المساحة يا أولاد أيوة متر إيه مربعة لأن إحنا خدنا قبل كده تبع النظام المتري لإيه الدول طيب يبقى أنا عندي هنا ده 1 واحد يا أولاد في 10 قص سالب 4 دي مسألة سهلة جداً جداً ممكن نشوف فكرة مسألة تاني بتقول إيه أمبوبة مياه تدخل منزلاً نصف كترها واحد ونص سانتي وسرعة جريان الماء بها 2 من 10 متر لكل ثانية فإذا أصبح كتر الأمبوبة عند نهايتها 5 من 10 سانتي احسب كل من سرعة الماء عند الطرف الضيق ونملة 2 حجم الماء المنساب في الدقيقة عند أي مقطع فيها طيب هنا مديني إيه يا أولاد هنا مديني أمبوبة ومديني بدل مديني المساحة مديني النصف القطر اللي هو الر يعني أنا عايز كده جيبي المساحة المساحة في الرياضة هناخدناها بكده اللي هي بار ر سكوير اللي هي عبارة عن إيه الفاكرين زمان ط نق تربية طبعا بنقول بار ر سكوير وبعد كده مديني السرعة بتاعة الدخول اللي هي البداية اللي هي V1 وطالب مني بقى في نهاية خروج الماء عايز V2 ومديني برضو نصف قطر الأمبوبة عند الطرف الدايق اللي هي نهايتها برضو هحاول النصف القطر إلى مساحة الأول وبعد كده نعوض في القانون نشوف كده القانون احنا قلنا بتاع معادلة الاستمرارية اللي هو A1 V1 بتساوي A2 V2 نشوف مع بعضينا كده أول حاجة هنكتب A1 V1 بتساوي A2 V2 صح طيب هو عامل هنعمل نعوض بشوش خالص كده باي اللي هي طا R 1 سكوير اللي هي A في V1 بيساوي باي برضو النصف التاني R2 سكوير ليه تو يا ولاد اللي هو المخرج بتاعها في V 2 اللي هي سرعة الخروج طب البي عندي هنا هو هي طبعا احنا بنعوض عنها باي في الالة في R بي كام R قال لي باتنين بعد ما بحولها و25 من مية في عشرة والسسالة باربعة ليس لباربعة لاني حولتها للمتر مربع في الفي بي كام باتنين من عشرة هو آيل بتساوي باي برضو في 625 من مية فعشرة قصة سالة باربعة في في اتنين هي دي المجهولة اللي عندي طب هجيبها ازاي آه هعمل ايه الطرف اللي مفهوش مجهول خالص اللي هو باي في اتنين وخمسة وعشرين من مية في عشرة قصة سالة باربعة في اتنين من عشرة على الباي في ستة وخمسة وعشرين من مية في عشرة قصة سالة باربعة يبقى في تربية آه سوري في في اتنين طبعا بنسميها سرعة الخروج ياولاد في اتنين بتساوي بسط ومقام باي في اتنين خمسة وعشرين من مية في عشرة قصة سالة باربعة في اتنين من عشر على باي في ستة وخمسة وعشرين من مية في عشرة قصة سالة باربعة طبعا ده اللي احنا عايزينه طبعا لما بقسم ده على ده خارج اسم ده على دي على دي بتدي الفي اتنين اللي هي سرعة الخروج بتساوي zero point zero سبعة اتنين وحدة القياس بتعايتها ايه ولاد متر لكل ثانية طبعا دي ايه سرعة طيب ده اول مطلوب هو كان عايز ايه اصلا هو كان عايز مطلوبين اداني امبوبة مساحة مقطعها A1V1 مساحة في السرعة اللي هي كمية المية بتدخل قلنا قد اللي بتخرج طيب انا حسبت ايه حسبت سرعة خروج الماء اللي هو V2 طب هو عايز بقى كمية المية او معدل المية اللي هو الكيوزة نفسه طبعا هعمله فين عند الخروج ولا عند الخروج الدخول سوري طبعا الاتنين متساويين لان V1 في A1 بتساوي V2 في A2 طيب انا عايزة كيو فهقول كيو اللي هو معدل سرايان الماء بقى اللي هو كيو بساوي A في V هناخد طبعا اللي هو الدخول عندي اللي هو يبقى كيو بتساوي المساحة الاولية احنا قلنا اللي هي باي في اتنين في خمسة وعشرين من مية في عشرة قصة سالة باربعة في ال V بتاعتي اللي هي كانت اتنين من عشرة بس هو الحاجة في المطلوب الف الدقيقة يعني هضرب في كام في ستين عشان هحول من سانتي سوري من ثانية لدقيقة هضرب طبعا كله ضرب هيطلع كيوب كام يا ولاد هتطلع بوينت اتنين سبعة حجم M تكايد طبعا احنا الحجم اذا كان حجم سائل او حجم جسم صلب طبعا هو بالمبتر المكعب كده يبقى انا حددت له جبت له المطلوبين بتوعه المطلوب الاولاني والمطلوب التاني طبعا ببساطة جدا انا بعوض عادي خالص وبعد كده بتطلع النتيجة طبعا بلاحز يا ولاد دايما بيجي في الامتحان اوقات ساعة بيجي مثلا بالسنتيمتر وانا عايزها بالمتر او يجي بالملي وانا عايزه برضو بالمتر او يجي بالنصف القطر ودي بتبقى اصعب حاجة بالنسبة للطالب اللي هي بيحولها الى الاول مساحة فبيعمل ايه بيادرب اللي هو الار ده اللي هو النصف القطر هيبقى باي ار سكوير في مسألة النهاردة اللي انا لسه حلها دي كان متجيني القطر يعني قطر يعني المسافة كلها اللي هي تبقى اتنين ار لأنا عايز ار واحدة فهعمل ايه هاخد الرقم اللي هو جايبه واقسم على اتنين يبقى الاول عشان اجيب نصف القطر وبعد كده عود تعويض مباشر وتطلع المسألة معايا مباشرة طيب في بعض الاحيان مثلا يجي يقول لي ايه لأ ده أنا عندي مجرى مياه كبير وهذا المجرى بيتفرع لعدد من الفروع مثلا عددها 20 30 50 زي ما يقول يعني أنا هستعمل ايه قال لي هستعمل نفس قانون معادلة السريان ولكن هضيف كلمة عدد السقوب او عدد الفتحات يعني القانون عندي بيقول ايه A1V1 بيساوي A2V2 ده في الحالة العادية لكن لما يجي مثلا يقول لي المجرى مياه مساحة مقطعه كذا وسرعته كذا يتفرع الى 50 فتحة الى 50 قناة الى 50 ثقوب يعني معنا كده الواحد بتفرع الى 50 وداني مثلا مساحة وعايز سرعة خروج الزقوب من كل من كل ايه فتحة طب انا هعمل ايه هضرب ياولاد ايه في ان نشوف كده القانون الجديد معايا هو نفس القانون اللي فات ولكن بضيف بس عدد السقوب اللي هو ان احنا قلنا من شوية ايه ايه واحد في واحد بيساوي A2V2 امت اقولك القانون دوت لما يبقى عندي عدد السقوبة وعدد الفتحات ونشوف كده في المسال اللي عندي ده بيقول ايه انبوبة تغزي حقلا بالماء مساحة مقطعها 4 سنتي مربع يبقى المساحة بالسنتي تربية يعني هضرب في 10 قس سلب 4 عشان احاول من سنتي مربع الى متر مربع ينساب فيها الماء بسرعة 10 متر لكل ثانية يبقى دي السرعة الاولانية تنتهي بماءة سقوب يبقى عدد الفتحات والسقوب 100 مساحة كل فوها منها 1 ملي متر مربع يعني يحول من ملي متر مربع الى من متر مربع كم تكون سرعة انسياب كل سقوب يعني الماء بتجري وتخرج من كل فتحة قد ايه نشوف مع بعض كده احنا كذبنا القانون مع بعض اللي هو قلنا ايه A1 V1 بيساوي N A2 V2 طيب نعود تعويض مباشر A1 بكام بربع المساحة عندي في 10 قس سالب 4 في الفي بتاعتي بكام يا ولاد احنا قلنا بعشرة سرعة الدخول N اللي هي الميت سقوب اللي هي المية اهي في المساحة المقطع التانية اللي هي واحد هحول الملي يبقى 10 قس سالب 6 طيب V2 بكام ما هي دي المجهولة هو قال لي عايز سرعة خروج كل صوب السائل بيخرج قد ايه فهقول V2 بتساوي شرط تكسر كبيرة هقسم 4 في 10 قس سالب 4 في 10 الطرف اللي مفهوش مجهول على الطرف اللي فيه مجهول اللي هو ايه اللي هو مية في 1 في 10 قس سالب 6 لو انا قسمتهم على بعض يا ولاد هتطلع V2 بتساوي 40 متر لكل سانية طيب عايز اقول حاجة هنا احنا من شوية اثبتنا معادلة السرايان صح كده ومن شوية قلنا برضو ان سرعة اندفاع السائل او المائع تتناسب عكسي مع المساحة معنى كده ان انا عندي V تتناسب عكسي يعني واحد على ايه طيب انا نشوف المسألة بتاعت اللي هي السائل اللي هي السائل اللي هي من شوية قلت ايه بداية الدخول بتاعتها مساحة المقطع اللي هو الدخول اللي هو يبقى ايه وان بكيام بعشرة متر لكل سانية مشيت المسألة وجينا في الاخر خالص الحل V2 مين V2 اللي هي سرعة خروج السائل من كل سجب V2 تلعت بكيام اونا تلعت باربعين متر لكل سانية صح او يعني ده ما يقولش حاجة طبعا سرعة الدخول لو انا لاحظت هلاقي ان المساحة كانت كبيرة لكن من السرعة قليلة اما لخروج المائعة والسائل المساحة كانت قليلة احنا كانت واحد في عشر سالب ستة طبعا سالب ستة ده قليل جدا اما السرعة كانت V اللي هي اتنين اللي هي باربعين متر لكل سانية يعني معنا كده فعلا انا بطبق الكلام بتاعي واقول صح ان هو يتناسب تناسب عكسي دي بنسميها معادلة الاستمرارية او معادلة الاتصال وطبعا المسائل بتاعيتها سهلة جدا وتعويض مباشر بس دايما اراحز ياولاد ان يكون في تحويل وحدات ولا الوحدات متحولة اصلا في الامتحان نشوف مع بعضنا كده لما ييجي يقول لي ايه من مقصود بكل من انا عندي في حاجة اسمها اللزوجة يعني ايه اللزوجة ياولاد هي الخاصية التي تتسبب في وجود مقاومة او احتكاك بين طبقات السائل لتعوق انزلقها بعدها فوق بعض اعمل ايه اجيب كوباية ماء وكوباية مثلا عسل وابتجي اقلب احرك حركة دائرية في الكوباية اللي فيها المية ومعلاقة اخرى في الكوباية اللي فيها العسل واشوف ايه اللي بيحصل لما باجي اقلب المية ولاد الاقي فيه سرعة في الحركة سرعة انسياب بتاعتها سهلة جدا اما في العسل ابو صلاح بتتحرك ولكن ببط طبعا مادة العسل تقيلة مش بنقول تقيلة بقى بنقول لا فيها لزوجة عالية شوية يعني فيها حاجة اسمها اللزوجة اللزوجة دي في العسل اكبر من الماء طيب ممكن تجربة ببساطة برضو لو انا جبت كمية من الكحول اللي هو السيبرتو لو ما عنديش سيبرتو يبقى مايش الاتنين نفس يعني ايه قريبين في اللزوجة شوية واجيب شوية عسل او شوية جليسرين برضو ممكن ما عنديش جليسرين العسل يمشي مكانه وابتدي اصب الاتنين احطوهم شوية صغيرين في كباية وابتدي ينسابوا الاتنين في نفس الوقت ابصة الاقي السائل اللي هو المية او الكحول بينساب اسرع من العسل او الجليسرين معنى كده ان من اللي بياخد وقت اطول المادة اللازجة اكتر اللي هي العسل او الجليسرين برضو ممكن اعمل تجربة ببساطة جدا اروح جايب كبايتين كباية فيها ماء او كحول برضو وكباية فيها عسل واجيب بليا او قرى بليتين صغيرين ونزلهم في كباية اللي فيها السائل ببصة الاقي بتنزل البيا في الكوب اللي به ماء اسرع من الكوب اللي فيه العسل ليه لان المية اللي زوجتها قليلة اما مادة العسل لزوجته كبيرة طيب نشوف الكلام ده لو جالي تعليلات في الامتحان بيقول ايه علل اللي ما ياتش نزول قطرات الماء اقصر سرعة من نزول قطرة العسل انا ممكن اجاوب ببساطة خالص اقول بسبب خاصية اللزوجة لو انا عايز بقول ان الماء اللزوجة بسبب خاصية اللزوجة السؤال التاني بيقول علل اللي ما ياتش نزول سوري زمن سقوط الجليسرين الى اسفل اكبر من زمن سقوط الكحول طيب انا ليه بسقط الجليسرين بياخد ان الجليسرين بياخد وقت في نزول اكتر من الكحول انا قلنا ليه برضو بسبب خاصية اللزوجة اللي جبعة بتبقى بسيطة جدا يا ولاد بفسر بيها باللزوجة طيب عندي بقى استنتاج مهم جدا اللي هو اسمه استنتاج معامل اللزوجة زي ما خدنا قبل كده في الحلقات القبل كده التوتر السطحي وخدنا معامل ليه اسمه معامل التوتر السطح اللي هو جامل لو انتم فاكرين لأ النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها اللزوجة واللزوجة دي هي عبارة عن احنا قلنا الخاصية السائل او المائع طبقات فوق بعضه فيها حاجة بتمنع فيه مقاومة طيب الخاصية بتاعتي ايه قلي ببساطة جدا لو انا جبت اناء بهماء وجيت روح تحاطت كمية من سائل وحطت لوحين لوح فيه اخر الاناء يعني مثلا كده لو انا عندي الاناء هو وحطت هنا لوح خشبي سرعته فيه بتساوي سفر وحطت مائع لوسائل بتاعي وجبت لوح تاني ولازم هذا اللوح ده بيتحرك فيه بتاعته ساوي فيه هعمل ايه هأثر على هذا اللوح بقوة اسمها F خدناها قبل كده طيب القوة دي هتأثر على ازاي انا اذا اصرت بقوة على اي جسم ياولاد فهيتحرك المسافة بين اللوحين رمزها ايه يبقى انا عندي خدت ايه بقى خدت بارعا الرمز اللي هستعملها قوة بتؤثر F ومساحة المقطع بتاع اللوح اللي عندي اللي هيتحرك ايه ولما يتحرك يعني يعمل سرعة V المسافة اللي بين اللوحين اللي هي اللي عايز اللي عايز احدد واعين معامل النزوجة بتاعت السائل دي المسافة دي بتاعته G ببساطة خالص هنعمل ايه بصوا كده هنقول F تتناسب طرديا مع ايه مع ايه ايه ده ايه ده او كل ما يكون مساحة السطح بتاعت اللوح ده كبيرة تبقى القوة اللي بتؤثر عليه كبيرة يبقى ده تناسب طردي طيب F اذا اثرت بقوة كبيرة على اللوح فانه يتحرك بسرعة كبيرة يبقى يتناسب طرديا مع V يعني ايه ده قوة تزيد يبقى السرعة تزيد طيب المسافة بقى اللي بين اللوحين اذا زادت المسافة بين اللوحين فان القوة تقل يعني واحدة بيزيد واحدة بيقل يبقى ده تناسب ايه عكسي يعني معنا كده F تتناسب عكسيا يعني واحد على الجي يبقى انا عندي كم رمز عندي الايه المساحة والV السرعة والجي المسافة ينفع المهم كلهم في معادلة واحدة قالي ايه طبعا هقول F ايه F قوة بتاعتي بتساوي ايه كانت بسط وV كانت بسط على الجي او انا سايب حتة هنا صغيرة دي ايه ده بقى اسمه معامل اللزوجة ويرمز له برمز ايه تا اسمه ياولاد ايتا معامل اللزوجة طب انا ده لو جيه قالي استنتج معامل اللزوجة انا عايز ده مش عايز القوة فهعمل ايه هخرج اليتا برا اهو ايتا بتساوي بسط على مقام اللي مضروب فيها اللي مضروب فيها ينزل مقام يبقى ايه فيه تحت والF هتتضرب في G اهي يبقى ده معامل اللزوجة اللي انا عايز اثبته بساعة يجي يقولي ايه في الامتحان استنتج معامل اللزوجة احنا استنتجناه لا ده هو مش عايز كده هو عايز تعريف معامل اللزوجة هقوله ايه اللي هو ايتا هي القوة الممسية التي تؤثر على الجسم ماش كده على وحدة المساحات بمقدار الوحدة لينتك فرق في السرعة مقدار الوحدة برضو اللي هي واحد متر كل ثانية ويكون المسافة بين السائل في الطبقتين مقدارها الوحدة اللي هي واحد متر يعني انا بعرف الكلام ده بقول ان القوة بتؤثر على الجسم اذا كانت المساحة المساحة عندي بينتك عندها مقدار فرق في السرعة مقداره واحد متر كل ثانية والسرعة المساحة بتبقى عندي واحد متر مربع يبقى المسافة عندي بالمتر بقول وحدات قياس السائل اللي عندي اللي هو معامل اللزوجة بتاعته طيب كده احنا حددنا معامل اللزوجة خلاص في بعض التطبيقات اللي بتستخدم في في حياتنا بقى اللي هي اللزوجة ايه التطبيقات اللي عندي دي امسط مثال يقول لي ايه اذكر تطبيقات على خاصية اللزوجة نملة واحد في الطب هو الطب بستخدم اللزوجة في ايه اذا اي واحد مثلا بيتعور ببص بعد شوية الدم بيسيل وبينزف بعد شوية يبتتي يجلط ينشف نقول اه ده الحمد لله ده ايه جرح وقف او ما عندوش حكا اسمها سيولة اه السيولة دي بقى طبعا ربنا سبحانه وتعالى خالي البناء بمعدل معين لقرة الدم بتاعته اذا زادت عن حدها بيحصل تضخم يعني ايه تضخم يعني مثلا كل قرتين تلاتة تعمل واحدة يبقى قطرة الدم كبيرة فده اللي بنسميه اللي هي عنده سرعة سرايين الدم او عنده سرعة ترسيب كبيرة فده طبعا النتيجة لخاصية اللي زوجة بتاعته وفي بعض الاجسام يبقى عندها تكسير في كرات الدم يعني تكسير يعني القطرة واحدة تتكسر وتتعمل قطرتين تلاتة اربعة فده برضو بيبقى عنده سرعة ترسيب قليلة اذا كانت متضخمة او قليلة طبعا ده بنسميها تبع خاصية اللي زوجة ده بالنسبة للطب دائما في اي وقت مثلا واحد بيحب يعمل عملية بيقول الدكتور اعمل الاول سرعة الترسيب يعرف عنده يحصل لقدر الله يحصل له نزيف او حاجة يبقى محضر اكياس دم طيب في حاجة كمان في التطبيقات اللي هي التزييد والتشحيم تزييد وتشحيم ايه اولاد تزييد وتشحيم الالات المعدنية ما المقصود بالالة المعدنية ممكن اللي هي مثلا مكنة في البيت ممكن عجلة ممكن فزبة عربية مروحة قديمة غسالة اوقات كتير قوي يجي الراجل يقول ايدي الغسالة عايزة تتشحم او المروحة عايزة تتشحم بيحط لها مادة دهنية بحيث ان هي تبقى سهلة ومتيسرة في الحركة بتاعتها لو انا عندي مثلا عجلة بتاعتها انا مهتم بيها كل فترة بحط لها الشحم بتاعتها او الزيت بتاعتها طب هل يترق كل الالات لها نفس المادة الدهنية او الشحم ده لا كل الالة يولاد لها المادة الدهنية بتاعتها اذا كان زيت او شحم يعني مثلا لو ماما عندها مكنة خياطة في البيت ببقى موسى بتحط لها زيت خفيف كده جدا طيب لو انا مثلا عندي الفيسبا لا بحط مادة تانية اللازجة شوية لو الغسالة بحط لها الشحم من مادة دهنية فكل آلة معدنية لها الجسم بتاعها طيب ده بالنسبة للالات المعدنية طيب في اي تاني قال لي سرعة او تأثير اللزوجة على حركة الأجسام ايه حركة الأجسام دي في بعض الأحيان اللي احنا مسافرين ونجبين العربية الواحد ساعات يعني وخاصة الشباب بحبوا يتحركوا بسرعة او يسوقوا بسرعة يقول دهنا لما بسوق بسرعة اوصل اسرع لا هو اللي بيحصل العكس ان فيه مقاومة من الهوى فبتخلي الواحد السرعة بتاعته ما بتزدش بالعكس ده ممكن لقدر الله يحصل بعض الحوادث والعربية من السرعة بتاعجي لما بيبقى فيه سرعة وقصدها ويقاوم الهوى ممكن العربية يحصل لها انحراف او تقع او يحصل بعض الحوادث التلات ده طبيقات دول ياولاد دول خاصية اللي زوجها ده لو جي قال اسكر على طول التطبيقات لكن ممكن السؤال يجي بطريقة تانية نشوف كده مع بعض السؤال بيقول لماذا ينبغي ضرورة تزييد وتشحيم الالات المعدنية من وقت لاخر ليه بزيت وشحم زي ما قلنا واحد لنقص الحرارة المتولدة اثناء الاحتكاك انا بستعمل مثلا مكانا كتير او بسوء بفزبة طبعا نتيجة للاحتكاك الحرارة بتبقى جبيرة جدا ممكن تؤدي الى التلف فالتشحيم والاهتمام بيها بيقلل من الحرارة نمرة اتنين حماية الاجزاء الالة من التآكل طبعا انا بحافظ عليها دي مكانة بتاعتي او الفزبة بتاعتي او الغسالة اي جهاز بقدر احافظ وطول عبره نمرة تلاتة التقليل الاحتكاك الذي يستهلك الطاقة يبقى الثلاث اسباب هما ليه بينبغي ضرورة وتزييد وتشحيم الالات من وقت لاخر طيب سؤال تاني بيقول ايه فصر كل من ما يأتي لابد ان يكون الزيت له درجة لزوجة مناسبة انا لو انا عندي مثلا عجلة وعايز احط لها المادة بتاعتها اللي هو الزيت بتاعها علشان احافظ عليها ايه اللي بيحصل لو انا في بعض الاحيان مثلا هكسل اروح حط مثلا زيت المكنة لو انا عندي زيت مكنة وحط للفيسبة الموتسيكل او حط للعربية طبعا لا احنا اتفقنا ان كل الى لها المادة الدهنية او الزيت بتاعها طبعا لو انا حطيت بقى طبعا انا مستعجل او يعني قلت مش مشكلة اي مادة دهنية لا لو انا ما حطيتش نسبة اللي زوجة المنتظمة او المطلوبة للجهاز اللي عندي او للآلة المعدنية اللي عندي ابصة الاقي المادة الدهنية دي تسيب الآلة وتسيل تسيل يعني تنزل كده دي حاجة الحاجة التانية في بعض الاحيان في الصيف بنلاقي ان المواد الدهنية بتسيح بتبقى سيلة نتيجة لدرجة الحرارة اما في الشتاء بلاقيها مش متجمدة يعني تلج لا مسكة نفسها فالمفروض برضو ان المادة الدهنية بتاعتي اللي انا هشحن بيها بتختلف في الصيف عنها في الشتاء طب نشوف الاجابة بتقول ايه كده حتى لا يسيل ويطرق الآلة وتكون قوة التصاقه كبيرة بين اجزاء الآلة يعني لازم يبقى فيه لزوجة مناسبة للمادة اللي عندي طيب فسر كل مما ياتش الحرص على عدم زيادة سرعة السيارة عند حد معين في الطرق السريعة احنا قلنا من شوية انا ما زوجش السرعة عشان ما يحصلش ايه حواجز طب انا لو زوجت السرعة الاجابة ايه بقى لان مقاومة الهوى للاجسام المتحركة تتناسب طرديا مع مربع السرعة التي يتحرك بها الجسم او يعني ايه بقى معناها ايه كلمة دي معناها ان كل المقاومة بتاعت الهوى بتزيد لدرجة انها بتزيد لمربع السرعة يعني مثلا لو انا بتحرك بسرعة 100 مربعة يعني 100 في 100 يعني سرعة تبقى 10 1000 وده اللي بيقدي الى حوادث كتيرة في الطرق السريعة يبقى انا لازم ان السرعة بتاعت بتبقى منتظمة وعرف ليه لما يقول مثلا الحد الاقصى السؤال بقى بيقول ايه قعد كتابة العبارات الاتية بعد تصحيح ما قد يكون بها من اخطاء ساعات يجيب الجملة ويقول صح او خطأ واذا كان بها خطأ صحح او الجملة كاملة ويقول ايه يطرى ايه هو الخطأ بتاعها بيقول ايه في الانبيب الشعرية عندما تكون زاوية التماس اقل من تسعين ينخافط فيها السائل ويتحدى بسطحه الخالص احنا اخدنا قبل كده ان فيه حاجة اسمها انابيب شعرية وزاوية التماس قلنا قبل كده امتى بتبقى من تسعين في حالة الماء وقلنا حالة الماء وفاكرين نفسك مع بعض ان قوة التلاصق بتبقى اكبر من قوة التماسق وزاوية المماس اصغر من تسعين درجة ففي حالة الماء بيحصل ايه اول حاجة ارتفاع في مستوى الماء اتنين تقعر يعني مستوى الماء ايه لأسفل طيب نشوف الاجابة بتاعتي هو ايه الخطأ هنصححه في الالابيب الشعرية عندما تكون زاوية التماس اقل من تسعين هو قيل في السؤال بينخفض السائل طبعا لا هو بيرتفع ليه لان الزاوية اقل ويتقعر سطح الخالص بتاعه هو قيل انه يتحدب وطبعا لا ما ينفعش مدام الزاوية اقل من 90 درجة يا ولاد طب نشوف السؤال اللي بعده تتناسب السرعة النهائية لسقوط كرات الدم الحمراء مع نصف كتر كرة الدم احنا قلنا في حالة لو عندي سرعة ترسيب عالية كرات الدم بيحصل لها اولاد تضخم يعني تضخم بتبقى اكبر من حجمها الطبيعي طب هنا بيقول السرعة بتتناسب تناسب بيقول مع نصف الكتر لا لازم اقول مع مربع نصف الكتر يعني كل ما تكون الكترة كبيرة يعني مثلا لو هي مثلا بتسقط الكترة مثلا واحد ملي سرعة الترسيب بتبعية جدا جدا طب نشوف السؤال اللي بعده يمكن التعبير عن معادلة الاتصال بالعلاقة الاتية اللي احنا لسه عاملين لها اثبتها ا1 على ا2 بتساوي v1 على v2 احنا قلنا من شوية قلنا ايه ان المساحة تتناسب عكسيا مع السرعة او العكس السرعة تتناسب عكسي مع المساحة يعني معنا كده عكس ال a طبعا التصحيب بتاعها هيبقى v1 على v2 بتساوي a2 على a1 بحيس انا لو حبيت ان انا اعملها معص يبقى v1 a1 بتساوي v2 a2 يبقى كده ان انا اعدلت المعادلة بتاعتش طبعا بتبقى سئلة سهلة جدا بتجيجي في الامتحان اكمل الجمل الاتية بما يناسبها من بين القوسين نشوف الاجابات اللي انا هكمل بيا اقل حدة كيلو جرام لكل متر في الثانية منفرجة اتا بتساوي f في g على a v طب انا لو انا مش فاكر قوي ابوصل الكلام كده كلمة اقل يا ولاد يعني ايه اقل يبقى كده هيتكلم على زاوية المماس او اللزوجة اللي حكتين ان اخدت فيهم قليلين يعني السؤال هيبقى في الدرس ده او ده كلمة حدة وعندي فيه كلمة منفرجة يبقى اكيد هيتكلم على المية والزيبق سطح الماء في شكله ايه او سطح الزيبق شكله ايه يعني ده ابسط حاجة ما خدناش حدة منفرجة في المناعة الغيرها عشان فيه ولاد بيقولوا ايه ده المعلومات بتدخل كلها ببعض او ما بقاش عارف الكلمة المناسبة حطها ازاي ببساطة او كلمة حدة منفرجة هي قوة التماسك والتلاصق طيب الكيلو جرام لكل متر في الثانية طبعا عندي وحدة قياس معامل اللزوجة اللي احنا لسه سبتينه من شوية والعلاقة بتاعة معامل اللزوجة هي موجودة عندي اللي هي ايتا بتساوي F في جي على A في طب نشوف اول جملة عايز ايه عندما تتكسر قراط الدم الحمرة فان سرعة ترسبها تصبح نقط من المعدل الطبيعي احنا قلنا لما بتتكسر بيبقى ايه كبيرة ولا صغيرة بتبقى قليلة يعني معنا كده الكلمة المناسبة هي مين يا ولاد اللي هي ايه اقل طيب نشوف السؤال اللي بعده يتعين معامل اللزوجة لسائل من العلاقة اللي نسا اثبتناها اللي هي ايتا بتساوي F في جي على A في طب وحدة القياس طبعا ما عنديش غيرها في اللي بين القصين اللي هي كيلو جرام لكل متر في الثانية في حالة ارتفاع السوائل في الانبيب الشعرية فتكون زاوية التماس بتاعتش ايه فيه ارتفاع في السائل فالزاوية بتبقى حدة اقل من تسعين درجة بينما في حالة انخفاض السوائل اللي هي زاوية التماس بتاعت الزبق يا ولاد فبتبقى دايما منفرجة يعني اكبر من تسعين وده اللي قلناه الحصة اللي فاتت ده سؤال بس ايه ممكن ييجي بحس ان انت تكمل او تختاري الاجابة الصحيحة اكمل الجمل الاتية بما يناسبها من بين القوصين نصف كرة سفر الحيز الفارغ فوق سطح الزبق الفائدة الالية جذب رقم الفين عدد الفين طيب نبص كده للجمل دي بيقول ايه نصف كرة هو انا اخدت كلمة نصف كرة في المنهج فين فاكرين لما قلنا هنفسر ايوة ها ظاهرة ايه قلنا عليها اه ظاهرة التوتر السطحي لجزيء في باطن السائل او جزيء على سطح السائل طيب هي النصف كرة دي يبقى ده الجزيء اللي فين اللي على السطح نقولنا يتأثر بقوة جذب في اتجاه نصف كرة طيب يعني معنى كده لان التوتر السطحي القوة بتاعته هي قوة ايه جذب طيب الحيز الفارغ فوق سطح الزبق مين اللي الحيز الفارغ اللي فوق سطح الزبق اللي احنا تكلمنا عنه تكلمناش عنه للمرة واحدة في جهاز اسمه ايوة البرومتر الزقبقي اللي هو كده اللي بنسميه فراغ ترشيلي وضغطه داخله بيساوي سفر طيب في بعد كده الفائدة القالية اللي هي النسبة بين مساحة المجبس الكبير الى مساحة المجبس الصغير ورقم 2000 دوت اكيد ده ايه هيبقى فيه مسألة ودي الحل بتاعها نشوف كده الاسئلة قوة التوتر السطحي هي قوة احنا اتفقنا هي قوة ايه هي قوة جذب تؤثر على الجزيئات عند سطح السائل في الاتجاه اللي هو قولنا ايه نصف كرة يبقى احنا اخدنا كده من الاجابات كلمة نصف كرة وقوة جذب نشوف بعد كده فراغ ترشيلي هو هو ايه الحيز الفارغ فق سطح الزئبك وضغط الهواء بداخله نتفقنا الضغط عنده ايه منعدم يعني ايه منعدم يعني بيساوي سفر طيب نشوف بقى فاضل ايه من الكلمات الفائدة القالية وقالفين ودي بتاعت المسألة اللي جاي بيقول ايه في المجبس الهايدروليكي تكون النسبة بين الضغط على المجبس الكبير والضغط على المجبس الصغير بتساوي طبعا مجبس كبير على مجبس صغير واسمها الفائدة القالية ليه ايه كابتل على ايه سمول واذا كانت النسبة بين مساحة المجبس الكبير ومساحة المجبس الصغير 25 لواحد ايه 25 لواحد دي يعني مساحة الكبير هو 25 وواحد اللي هي مساحة المجبس الزغير كم تكون القوة اللازمة لسيارة وزنها كم 5 في 10 أو 4 نيوتن نشوف بقى المسألة هنحلها ازاي فاكرين يا ولاد الفائدة القلية خدناها الحصة اللي فاتت هي عبارة عن ايه A capital على A small بتساوي F capital على F small فاكرين المسألة دي طيب F كام اقال لك A capital هي نسبتها على 25 لواحد يعني ايه 25 لواحد يعني المجبس الكبير 25 وواحد اللي هي المجبس الصغير بيساوي F capital اللي هي 4 في 10 قص 4 نيوتن كم تكون القوة المؤثرة عليه يبقى عايز F small طبعا هعمل ايه؟ عشان اجيب F small هضرب 4 في 10 قصة 4 في 1 على 25 يبقى F بتساوي بسط ومقام 1 في 4 ف 10 قصة 4 على 25 طيب هيتلع بكام هتطلع F بتساوي 1600 ايه نيوتن دي نيوتن لانه هو وحدة قياس الايه القوة ماشي يا ولد دعا كده احنا خلصنا الفصل التاني كله ورجعنا فيه حاجات كتيرة جدا خلصنا الفائدة وخلصنا ارشيميديس وخلصنا الزوجة ومعادلة الاستمرارية ومعادلة الاتصال هنبتجي حتة جديدة خالص اسمها الموجات دي الفصل التالت طيب يعني ايه موجة؟ طب هي الموجة دي قصد بها ايه؟ طبعا هي عبارة عن اتراب بينقل وينتقل من خلاله للطاقة يعني ايه اتراب حاجة قلق كده يعني انا مثلا انا بتكلم اللي قدامي بيسمع عن طريق موجات صوتية طيب الضوء بينتشر برضو عن طريق موجات ضوئية طيب في بقى حركة زي حركة البندول مثلا حركة الاوطار اللي هو اللي كمان مثلا او العود او اي حاجة من الحاجات اللي فيها آلة ممكن كمان في عندي الشكر رنانة بتعمل بعض الاهتزازات زي ما نشوف مع بعض كده طيب لما جاء لي سؤال بيقول عرف كل الموجة الموجة هي عبارة عن اتراب ينتقل وينقل الطاقة عرف الحركة الاهتزازية زي حركة البندول كلنا عارفين البندول ياولاد طبعا كلنا شوف نائم عظمنا شايفو هو عبارة عن ايه بيهتز يمينا ويسارا حول موضع الاصل اللي هو في النص يعني بتجي يتحرك يمين وشمال ويرجع يمين وشمال وهكذا دي بنسميها حركة اهتزازية هي حركة يعملها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه يعني حركة يمين وشمال وهو اصلا موضع السكون بتاعه في الوسط ممكن يجي يقول لي مثال للحركة الاهتزازية طبعا هو البندول البسيط السؤال اللي بعده بيقول مع معنا كلمة ازاحة هي بعد الجسم المهتز في اي لحظة عن موضع سكونه يعني لما يتحرك البندول مثلا ناحية اليمين ثلاثة سنت يبقى دي ازاحة يبقى يسميها بعد الجسم المهتز في لحظة عن موضع السكون بتاعه ساعة الاهتزازة كلمة ساعة الاهتزازة انا ممكن البندول يتحرك يمين وشمال كذا مرة اكبر او اقصى ازاحة بيعملها الجسم اسمها ساعة الاهتزازة يعني الازاحة ممكن تبقى مثلا سنتي اتنين تلاتة اربعة لكن الساعة هي اقصى يعني ايه اقصى اكبر حركة بيعملها هو دي الايه الكلمة الايه ساعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة للجسم المهتز لو جيه قال لي عرف يعني اهتزازة كاملة يعني الجسم لازم يمر بنقطة مرتين متتاليتين يا ولاد يعني ايه هي الحركة اللتي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية عندما يمر بنقطة واحدة مرتين متتاليتين في نفس الاتجاه في الاتجاه واحد يعني ايه في نفس الاتجاه يعني هيتحرك ناحية اليمين يبقى هيدنوا مثلا البندولة هو يتحرك يمين وشمال ويرجع يمين يبقى جاء حركة كاملة بنسميها ايه حركة اهتزازية يبتجي من النص يتحرك يمينا ويسارا ويرجع لنفس النقطة يبقى دي اسمها حركة اهتزازية وطبعا بتبقى سهلة جدا ان انا نتفرج عليها او شوفها من خلال البندول البسيط لو جاء سؤال بيقولي يعني ايه قمة هي القمة جي موجودة فيني ياولاد بصوا كده انا عندي فيه حاجة اسمها موجة مستعرض نشوف مع بعضينا الموجة المستعرضة دي شكلها ايه هي عبارة عن عارفين الموجة بتاعة البحر اهي تتكون من قمة وقاع طبعا القمة فوق اهي القمة دي هي عبارة عن اقصى ازاحة في الاتجاه الموجة دا خط الاداد ادي السفر كنا في الرياضة ومن فوق موجة وتحت سالب اقصى اقبر ازاحة بيعملها الجسم في الاتجاه الموجة طب القاع برضو اقصى اقبر ازاحة ولكن في الاتجاه السالب طبعا انا اقدر ان انا ايه حددتها كانت قمة او قاع طب القمة والقاع دول ياولاد بتوع ايه بتوع حاجة اسمها ايه الموجة المستعرضة زي ما هنشوفها بتتكون من قمم وقيعين طيب قبل ما ادخل على الموجات عايز اعرف ايه نوع المصادر المهتزة زي ايه هنقلنا زي البندول وممكن مثلا الاوطار وعندي كمان ممكن الايه الشوك الرنانة اللي هي بتعمل تردد ورن طبعا دي حاجة مهمة جدا وفي علاقة بين التردد والزمن الدوري ودي ان شاء الله نبقى نشوفها بعد كده مع بعضينا انا كنت مبسوطة جدا جدا معاكم النهاردة واتمنى تكونوا استفدتوا مني اشوفكم على خير ان شاء الله الى اللقاء